السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب الزهرة من برج الثور لبرج الجوزة انتقال كوكب الزهرة رح يكون تقريبا الساعة 8.29 دقيقة من مساء يوم الخميس 23.05 ورح يظل طبعا موجود في برج الجوزة بحركة أمامية لغاية الساعة 6.19 دقيقة من صباح يوم الاثنين 17.06 طبعا التوقيت بتوقيت جرينج كوكب الزهرة المعروف عنه انه هو كوكب العاطفة والحب الانسجام المال الجاذبية الميول الفني وأيضا بعطينا حضوض فهو كوكب السعد الأصغر بعد المشتري طبعا أما من سلبياته لما بكون منتحس بعطي أمرين هي الغيرة والعنادة أكثر شيء بتسيطر علينا في حال سلبيته بالنسبة لكوكب الزهرة لما بيدخل على برج الجوزة بيتحسن مظهرهم الشخصي بيشعروا بقوة العاطفة بيشعروا أيضا بانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم بيشعروا بالعاطفة وبقوتها وبالحيوية وبالحضوض بتبلش يعني تعطيهم دافع أكثر بالحياة بيصيروا يحسوا أنهم يعني يبلشوا يتنفسوا فرق عن الفترة الماضية طبعا مع الشمس والزهرة الآن فهذا الشيء بيعطي دافع أكبر لموليد برج الجوزة طبعا بيستفيد مع موليد برج الجوزة الأبراج الهوائية اللي هم الميزان والدلو وأيضا النارية اللي هم الحمل والأسد والقوس هذولا أكثر المستفيدين طبعا كل الأبراج بتستفيد على حسب كل برج ومنزلته وطالعه وأيضا درجته وأشياء زي هيك طبعا رح نشرحها لما نوصل لكل برج وإيش التأثيرات عليه طبعا بالنسبة للأشخاص اللي بينولدوا وبتكون الزهرة موجودة عندهم في برج الجوزة هذولا أشخاص بيكونوا عاطفيين ولكن بيجدوا صعوبة في التركيز في عاطفتهم على شخص معين يعني ممكن يحبوا أكثر من شخص أو ممكن يقعوا في علاقة غرامية علاقات غرامية متعددة بيكون في عملية الغيرة والعنادي أيضا بتكون مسيطرة عند البعض منهم فعشان هيك شوي بيكونوا متقلبين بعواطفهم عشان نحدد سعادة ونحوسة وجود الزهرة في الجوزة لازم ننظر أول إشي لزوايا لأنها الزوايا هي اللي بتحدد بشكل كامل الإيجابية قديش والسلبية قديش بخلال الفترة القادمة بالنسبة للزاوية الأولى وهي زاوية اقتران إيجابية يوم 23-5 وهذه الزاوية يعني بتعطي أمل أنه بداية ممتازة جدا لوجود الزهرة في برج الجوزاء وعادة لما بتصير زاوية ما بين السعيدين اللي هو السعيد الأكبر أو السعد الأكبر والسعد الأصغر بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بيسهل طريقة التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل عملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل أو حتى بأنه يتجاوب معك أي شخص كمان بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك بأي القدرات تحديدا اللي هي اللي لها علاقة بالفن والديكور بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون هاي الزاوية برضو رح تكون يوم 23 خمسة يعني هيك في عندنا زاويتين في نفس اليوم معناته قوة عالية جدا تعطيها للزهرة وطبعا تأثيرات هاي الزاوية بتكون قبل بثلاث أيام يعني بتبدأ تأثيراتها من يوم عشرين بقوة وبتستمر لغاية ثلاث أيام ما بعد طبعا هي استمرارها سبع أيام ولكن ثلاث أيام بتكون قوتها ما بعد الذروة فبتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول تجذب الآخرين لإلنا بتجلب إلنا السعادة والعاطفة والقدرات الفنية الكبيرة وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة بتدل على تحسن أوضاع العاملين بالمجال البحري أيضا وبالصناعات الطبية وبمجالات الصيدلة وتكرير النفط مثل تكرير النفط وبرضو في الميدان الفني وبتعرف الموسيقى خصوصا الموسيقى الروحانية أو الصوفية بالإنتاجات الفنية بتعطي دفعها عالية جدا وشهرة أعلى وأي شيء يعنى بالعقائد أو الأديان أو الروحانيات أو العلوم النفسية بيلاقي نجاح كبير إذا تم الإعلان عنه بهاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون يوم 25-5 يعني بخضم هاي الزاويتين الأولى كانوا بيكونوا موجودين هاي الزاوية بتدخل مدعم إلى إلها فبتخلق جوعا من السعادة من الناحية الفنية والناحية العاطفية أيضا وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا وبتدعم أكثر فأكثر وبتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبيدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية والعاطفية بالدل على وقوع تطورات وتحولات إيجابية في الإنتاجات الفنية والموسيقى والإنتاج الفني وممكن تحقق نجاحات بهاي الفترة بأساليب جديدة ومختلفة للأساليب المتداولة وبتظهر على الساحة الفنية وجوه جديدة وبيتجدد أسلوب بعض الفنانين المعروفين وبغيروا إقاعاتهم وطريقة إلقاءهم وهذا الشيء بيحبب الجماهير أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة هذه الزاوية ستكون يوم 4-6 طبعا هذه تعطي نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة وبتزيد من جاذبيتنا وبثير لهيب الحب والمواهب الفنية لدينا مناسبة للنزهات والتجديد والتسلية وأيضا بتزيد من اهتمام الحكومة أو حكومة ما بالميدان الفني والترفيهي على المجتمع من خلال إقامة ندوات أو معارض أو حفلات ترفيهية وهي فترة مناسبة لعقد مفاوضات أو اتفاقيات هدنة أو سلام أو إنهاء خلافات بين الدول وزيادة منتوج قطاع النسيج وبعض الصناعات الفنية والمعدنية والمؤسسات المالية طبعا هذه الزاوية حكينا يوم 4-6 فإذا من بداية يوم 1-6 رح يكون في تغييرات أو أمور تتعلق بأمور سياسية جيدة جدا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الزهرة وبين زحل طبعا هذه تربيع يوم 8-6 بتعمل نوع من أنواع الخربطة فهاي معارضة للزاوية الأولى بفارق يعني تقريبا أربع أيام ولكن تأثيرات بتكون ممتزجة فإذا بتكون الأجواء في المصالحات شوي فيها نوع من أنواع المشاحنات أو التعنت أو التزمت بالرأي فبرضو هاي بتقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للإكتئاب ونزاعات مع محيطنا أما دوليا فهي بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناع الحرافية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذه القطاعات وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية مثل البنوك أو الأسهم أو الأمور أخرى بتشهد نوع من أنواع الاضطراب في المدقيل بسبب سوء التدبير أو التبذير وبيعاني برضو بعض الأشخاص اللي بيشتغلوا في المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وبتقلل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد من التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين نبتون طبعا هاي الزاوية يوم 17-6 بتذكرنا بمشاكل من الماضي تتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وبتسبب لنا نوع من أنواع الارتباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية وبتشجعنا على الاستهلاك المفرط للمسكنات للكحوليات أو المخدرات أو الأدوية المهدئة أو المنشطات زاوية التربيع هي زاوية خطيرة جدا برضو بتزداد فيها خلال مدتها ومدة تأثيرها اللي هي تقريبا أربع أيام بأربع أيام قبل وبعد حالات التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال بالدل على تراجع مداخل الأسطول البحري والصيد البحري والصناعات اللي تتعلق بالصيدل أو بالطب وكذلك صناعات النسيج والتجميل بسبب تخاذل وتكاسل العاملين بهذه القطاعات وأيضا بالأعمال الفنية اللي تطرح بالأسواق في هاي الفترة ما بتلاقي النجاح المطلوب بل ممكن أنه تكون النتائج عكسية أو بعكس ما كان يتوقع الفنان بسبب غياب الحس الفني في هاي الفترة وبيلاقي بعض الفنانين خيبات أمال كبيرة إذن بما أنه لاحظنا أنه بداية كانت قوية جدا بالزوايا الإيجابية والنهاية كانت بزوايا يعني فيها سلبية نقدر نحكي يعني امتزجت في الوسط ولكن مالت للسلبية أكثر في النهاية ولكن الأغلب بيكون على سعادة أكثر ولكن برضو بيستلزم منا الحرص والحذر من بعض التقلبات بالمزاج وبالعاطفة بالعنادة بالعصفية بالغيرة بالشك بالأشياء اللي زي هيك وما نتزمت في آراءنا لحل مشاكلنا طيب عشان هيك خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج بالفترة القادمة من ناحية إيجابية وأيضا نفسها تعكسها من ناحية سلبية يعني النفس اللي بحكي لك يا بي إيجابية بتأخذه بي إيجابية وبتأخذ عكسه في فترة الزوايا السلبية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هي بتعزز النجاح بالدراسة والسفر والاتصالات طبعا السفر القصير اللي بتعلق بالمدن أو سفريات يعني بتكون بمدة محدودة وأيضا تتعلق بالسيارات تتعلق بالحوارات بالتجميل تتعلق بالعاطفة والحوار مع الأحبة برضو بالإلكترونيات شيئا ما بتكون مرح في هاي الفترة أكثر يا مواد برج الحمل لينين جدا بالتفاوض والحوار وبتتمتعوا بقدرة كبيرة على الإقناع هاي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الأقارب أو مع الإخوة أو مع المصالحات وأيضا بالتجارة المحلية اللي بيشتغلوا بالتجارة والتسويق بالفترة هاي بيبدعوا بشكل كبير وخصوصا أيضا اللي بيشتغلوا بما يتعلق بالسيارات والأجهزة الإلكترونية برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا تعطي مكاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي ممكن حل بعض المسائل المالية أو تحصل على بعض الدعم المالي اللي بيجي من أطراف أخرى أو تحصل على أموال بتخصك أو إنهاء بعض الأزمات المالية اللي كانت بتأرقك بالفترة الماضية هاي فترة مناسبة للنجاح المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة ولكن زي ما حكينا في زوايا سلبية الزوايا السلبية هاي ممكن تخليك تحط فلوسك في مكان يعني ما بنصحك فيه مراهنات أو مضاربات أو مغامرات مالية أو مشتريات ما إلها أي داعي فهاي تعتبر مغامرات مالية أو إنك داين أشخاص فلوس وخصوصا في النصف الآخر اللي هي من بداية شهر ستة يعني أموالك بيكون صعب إنك تستردها بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا مهم أكثر الأشخاص اللي رح يستفيدوا بيستفيدوا بيتحسن مظهرهم الخارجي بيشعروا بقوة العاطفة بينجد بلهم أفراد من الجنس الآخر بيبدأوا علاقة عاطفية أو ممكن يغيروا مسار علاقة عاطفية لتطويرها أكثر فأكثر في كثير من موليد برج الجوزة ممكن يفكروا بالارتباط أو يتقدم لهم عرسان أيضا بيزيد من لطفك ورقتك وقيمتك الاجتماعية وهي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية والاجتماعية وأيضا الحظ بلعب دور كبير معاك وعلى المستوى التجميلي أيضا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان تعطيك فرصة للتعامل مع مؤسسات أو شركات كبيرة مثل المستشفيات أو المطاعم أو شركات دولية مثلا أو حتى السجون يعني هاي كلها مؤسسات أو شركات كبيرة اللي بيشتغلوا في المطاعم أو في دور الرعاية أو هاي برضو بيستفيدوا بشكل ممتاز جدا وأيضا بتميلوا لمساعدة الآخرين والتضحية والإيثار ولكن بدكوا تحضروا في فترة الزوايا السلبية وخصوصا وجود الشمس في بيت المتاعب فهذا بيعزز الخلافات ما بينكوا بين الأحبة أو ما بينكوا بين بعض الأصدقاء حاولوا ضبط الأعصاب والحوار بليوني برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا بتنشطه اجتماعيا بشكل كبير جدا ممكن يعني مشاريعك تتحقق بمساعدة بعض الأصدقاء أو بعض المعارف أو أشخاص ذوي نفوذ بالفترة هاي ممكن تتعرف على أصدقاء الجدد أو تعزز العلاقة معهم أو يبادر بعض الأشخاص لمساعدتك أو دعمك في مجال ما حاول أنك تستفيد من العلاقات الاجتماعية بالفترة هاي وبمعارفك وأصدقائك لا إتمام بحض الأمور لا تعتمد على مجهودك الشخصي وحاول أنه تكون مرن بعلاقاتك برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة طبعا هنا الفرصة بتجيهم بشكل كبير رغم أنه شوي يعني ممكن يكون في بعض السلبية إنها موجودة في بيت السمعة ولكن إنه هنا بتعطي فرص للأشخاص اللي بدي يتقدموا على عمل أو بدهم يترفعوا أو ترقي أو يحصلوا على مناصب كبيرة على مستوى عملهم أو يبدأوا عمل جديد هاي الفترة للشهرة ممتازة جدا لما ولد العذرة فيشتغلوا عليها خصوصا اللي بيشتغلوا في المجال الفني في نوع من أنواع التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة للزواج من وسط راقي أيضا وبتعزز قدرتك للدفاع عن سمعتك ولكن بدون مجازفات ومغامرات وخصوصا من بداية الشهر السادس برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا النجاح رح يكون على مستوى السفر البعيد الهجرة تعاملات علاقات مع أجانب اتصالات بعيدة والدراسات الأكاديمية اللي هي الدراسات الجامعية والمواضيع القضائية طبعا الدراسات الأكاديمية بتيجي تحت دورات أو تعلم لغة جديدة أو دراسة جامعة أو أشياء من هذا القبيل وبيكون سلوككم جيد وممكن تحصلوا على تقدير من الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات وتعزيز العلاقات إذن فترة ممتازة حتى اللي بكونوا على علاقة مع أشخاص خارج البلاد وبدهم يطوروا العلاقة لزواج فهي فترة ممتازة بالنسبة لألكم برج العقرب بالنسبة لأموليد برج العقرب طبعا الآن هتبدأ مرحلة التعويضات لأنه هذا مال مشترك فإذن مال بيجيك من تركة أو تعويض أو شراكة فلازم تستغل الفرصة لتعزيز الأموال المشتركة بالفترة هاي اللي يكون معك شريك فيها أو فتح شركة تتعلق بالأمور المالية بتستفيد أيضا من مكاسب تيجي عن طريق الزواج أو الشراكة المالية أو العاطفية أو عن طريق الزوج مثلا أو هبات وبرضو في أشخاص رح يحصلوا أموال قديمة لكانت شبه معدومة ممكن يحصلوا منها جزء أو يصير المفاوضات عليها أو ينهوها بالفترة هاي أو ممكن يحلوا مسائل مالية تتعلق بالضريبة أو بالتأمين يعني أو إيجاد بعض الحلول بأموال الشركاء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا متتعزز الشراكة بشكل كبير بالفترة هاي خصوصا مع الشركاء العمل أو العاطفة وهي فرصة مناسبة لسعادة زوجية أو تحسين العلاقة بين الأزواج أو ما بين الشركاء بالعمل وهذا الوقت المناسب للزواج أو عقد شراكة بتكون منتجة وبرضو تصفية خلافات بشكل ودي والحوار والنقاش ووضع النقاط على الحروف ما بين الشركاء وخصوصا الأزواج تحديدا فعشان هيك هاي فترة ممتازة جدا لتوطيد العلاقات والمصالحات والتراجع عن بعض القرارات اللي سببت إزعاج بالفترة الماضية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا بتفتح مجال أو فرصة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو بتعلزز العلاقات مع الزملاء وبتعطيكوا قدرة على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي كان صعب إنك تتممها بالفترة الماضية تعرف نوع من أنواع الانسجام مع رفقاءك في الوسط المهني وزملائك بالعمل أو مع بعض الزبائن مثلا تتمتعوا بصحة جيدة ولكن بتكوا تحذروا من شيء أنه بالفترة هاي عندكوا قابلية في زيادة الوزن رغم شهية مفتوحة ممكن تكون أنت أساسا تهمل برنامجك الغذائي فبتشعر إنه الوزن بلش يختلف أو صار فيه نوع من أنواع الارتفاع فاللي بيعملوا برامج غذائية بدهم ينتبهوا من هاي النقطة ويراقبوا علشان ما يجد نفسه يعني فقد السيطرة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا الحظ بيجي في العاطفة والمال وحضوضة بتدعمكم في كثير من المجالات حتى فنية وترفيهية وفرصة للنساء للدخول في الحمل النساء اللي بتعاني من مشاكل تتعلق بالحمل أو صعوبة في الحمل الآن لو بدأوا بمراحلها أو اللجوء لإلها فهاي فترة ممتازة وداعمة لإلهم وبتكون الفرصة عالية بالنجاح هاي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات وأيضا بداية علاقة عاطفية أو خطبة أو حتى ارتباط وبندل على الفرح في داخل الأسرة أو داخل البيت فإذا مليئة بالمناسبات والأيضا تدعمك على المستوى المعاملات المالية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا التركيز رح يكون على المسائل اللي تتعلق بالعائلة تتعلق بالسكن والعقارات والعلاقات العائلية إذن الفترة هاي الأشخاص اللي بيشتغلوا فيه مثلا بالعقارات بيستفيدوا اللي بدهم يغيروا عقار مثلا أو ديكور أو تجميل أو تحديث فهي فترة ممتازة والحياة في المنزل إجمالا بتكون ممتعة ممكن يلتم شمل العائلة أو يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع أفراد العائلة وخصوصا إذا كان فيه مسافات أو مانع من التواصل ما بينهم هاي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة وخصوصا للأشخاص اللي بيمتلكوا أملاك عقارية أو بيشتغلوا في المجال العقاري بلابيع عقار مثلا وبتعزز الفرح داخل البيت فممكن أحد أفراد العائلة مثلا يرزق بمولود أو مثلا يكون فيه فرحة خطبة زواج أشياء من هذا القبيل إذن هي بالدل على أفراح وعلى استقرار هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء